بعد هدوء حذر خيم الصباح اليوم الثلاثة على العاصمة العراقية ذكر مصدر أن الاشتباكات تجددت في المنطقة الخضراء ببغداد بعد اشتباكات دامية أمس الاثنين ارتفعت حصيلتها إلى 23 قتيلا وإصابت نحو 350 متظاهرا وفي وقت متأخر الاثنين أفادت مصادر طبية في العراق بارتفاع حصيلة القتلى إلى 23 متظاهرا في اشتباكات المنطقة الخضراء بوسط بغداد حيث سادت حالة من الفوضى عقب أعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي ما أثر الغضب بين أنصاره الذين اقتحموا القصر الحكومي فيما فرض الجيش حضر تجول عام